التصعيد الإسرائيلي الإيراني مؤخراً كشف أوراق قدرات البلدين العسكرية تهديدات الطرفين نفذت قولاً وفعلاً إلى حد المواجهة المباشرة رد ورد مضاد في عقر الدار تبعه رد آخر هدأت الزوبعة بين الخصمين إلى حين وتكشف المسطور بشكل علني وفق صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين غربيين وإيرانيين أظهرت إسرائيل تفوقها العسكري على خصمها اللدود طوال أكثر من إسبوعين من المواجهات العدائية اتمكنت إسرائيل في ضربتها الدقيقة الأخيرة لإيران من إلحق إضرار في منظومة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان وهي مدينة مركزية مهمة لبرنامج الأسلحة النووية السري للبلاد ووفق الصحيف الهجوم الإسرائيلي ضد أصفهان تم بواسطة ذخائر دقيقة التوجيه واستهدف قائدة هشت مشكاري الجوية التي تعرضت لثلاث انفجارات أدت لإتلاف وتدمير رادار يتم استخدامه في أنظمة الدفاع الجوي اس-300 المسؤول عن اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية بالقرب من منشأة نطنزا النووية أضرار تم التحقق منها من خلال صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها صحيفة نيويورك تايمز الهجوم أظهر ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية أمام الهجمات الإسرائيلية المتطورة والخفية والدقيقة الإيرانيون أنفسهم لاحظوا أن جيشهم لم يكتشف أي طائرات مسيرة أو صواريخ أو طائرات خلال الهجوم هجوم يقول مسؤولون غربيون كان الهدف منه إعطاء إيران فكرة عما قد يبدو عليه هجوم واسع النطاق ضربة إسرائيلية أثارت الكثير من التساؤلات حول متانة وفعالية منظومة الدفاع الإيرانية ضد الأسلحة الحديثة والمتطورة تكنولوجيا ما وضع النظام الإيراني في موقف حرج لإعادة تقييم حساباته في المواجهات العسكرية المستقبلية هجوم إسرائيلي كان الهدف منه إظهار قدرة إسرائيل على تجاوز وشل الدفاعات الجوية الإيرانية دون التمكن من كشفها في رسالة واضحة لطهران بأن تفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على أي مغامرة اشتركوا في القناة